اهلا بكم اعزائي المتابعين معكم الدكتور تامر والنهاردة هنجاوب على سؤال مهم هل كورونا او الكوفيد ناينتين بيسيب اثر على المريض بعد الشفاء ولا لا؟ والامتة ممكن تستمر الاعراض بتاعة المريض خلونا نتفق في البداية ان اصلا معظم الناس اللي بيجي لها كورونا ممكن ما يحسوش باعراض اصلا او يحسوا باعراض بسيطة فبالعقل الناس دي مش هنتوقع ان يبقى معاهم اثر دائم او مشكلة دائمة من كورونا لانه هم في الاساس ما حسوش بيه اصلا او حسو باعراض بسيطة لكن في نسبة قليلة هي دي اللي بيجي لها اعراض متوسطة ونسبة قليلة جدا جدا اللي بتحتاج بقى عناية مركزة والحالتين دول هم المفروض اللي نكون بنسأل عنهم هل هيبقى فيه اثر دائم بالنسبة لهم ولا لا؟ انا شخصيا قابلت مرضى كورونا بعد شفاءهم بفترة ولقيتهم ما زالوا بيشتكوا من ارهاق وتعب وهزلان بيقولوا كده باللفز احنا عصابنا سايبة عصابنا مهزوزة مش زي زمان وعشان كده قررت ادور في الموضوع ده شوية وفعلا لقيت ان الناس اللي كان عندها كورونا باعراض متوسطة او شديدة فيه دراسات اتعملت اي نعم الدراسات مش كاملة لحد دلوقتي لكن اللي كمل منها واللي طلع بيقول ان فيه 53% من مرضى كورونا طبعا احنا بقول اللي كانت درجاتهم متوسطة او شديدة بيحسوا بارهاق وتعب حتى بعد الشفاء لفترة زمنية ممكن تبقى طويلة شوية وممكن تبقى قصيرة 43% ممكن يكون معاهم نهجان 27% ممكن يبقى معاهم الام في المفاصل والام في العضلات 21% ممكن يبقى معاهم الام في الصدر 44% لقوا معاهم حاجة اسمها يعني بيقولوا ان حياتهم مش مزبوطة لسه مرجعوش لطبيعتهم بالزبط ولقوا في الدراسات دي ان الفرق واضح جدا بين الكورونا وبين الانفلوانزا في النقطة دي الانفلوانزا غالبا ما بتسيبش اي اثر على المريض بعد الشفاء اما كورونا لقوا فعلا الاثار دي بتبقى موجودة لكن زي ما قلنا مع الحالات المتوسطة والشديدة واحنا شفنا بعض المرضى بعد ما بقوا سلبيين لكنهم كانوا في العناية المركزة مثلا وعلى اكسجين ما زالوا محتاجين اكسجين حتى بعد المسحة ما طلعت سلبي والفيروس يعتبر مش من جسمهم لكنهم بيحتاجوا اكسجين لفترات ما معظمهم بيتحسن مع الوقت ومنهم نسبة بسيطة للأسف ممكن يحتاج اكسجين فترات طويلة جدا نظرا للتلف او الاصابة الدائمة اللي حصلت في الرئة لكن دي نسبة قليلة جدا جدا ورأيي الشخصي ان الناس اللي بتحس بالارهاق والام المفاصل والام الصدر الاعراض اللي انا قلت عليها دي ان الاعراض دي هتختفي ان شاء الله تدريجيا لكن الفترة الزمنية محدش يقدر يحددها بالزبط والدراسات اصلا مازالت مستمرة في الموضوع وكلنا عارفين ان الفيروس ده جديد والدراسات كلها جديدة عليه اصلا في ملحوظة بس عشان الناس ما تخفش انا بتكلم عن الحالات اللي كانت متوسطة او شديدة لكن اصلا معظم الناس بتبقى بدون اعراض او باعراض بسيطة ودول ان شاء الله ما فيش فيهم اي اثر دائم ان شاء الله والمصادر هسيبها لك تحت في الوصف اسفل الفيديو او في اول تعليق وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة وعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم